وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من لندن الخبير في شؤون الشرق الأوسط محمود الأحوازي أستاذ محمود مرحبا بك معنا في نشرة التاسعة في البداية دعني أسألك كيف ترى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية عقب الحادث الإرهابي تحياتي لكم بداية ولمشاهديكم الكرام أخي العزيز أساسا الحكومة البريطانية متخذة لإجراءات مسبقا ومثل ما تفضلت بالتغرير 13 محاولة إرهابية قد فشلت في بريطانيا وما زالت الآن بريطانيا ماسكة بزمام الأمور والحادث الذي حدث حدث في مكان الذي يمكن لأي شخص أن يقوم به أولا لم يكن مسلحا لا يحمل أي شيء يمكن أن يجلب نظر الشرطة سيارة عابرة على الجسر تسير باتجاه الجموع الكبيرة الموجودة على الجسر تشاهد البرلمان وهذا مكان سياحي معروف في لندن فتهاجم الناس الذين في الشارع وعندما تصطدم ينزل من هو يهاجم لشرطة أحد الشرطة فالواقع العملية كانت بالنظر البريطانيين هي عمل الشرطة عمل ناجح لكن الخسائر جاءت في الأرواح عمدة الذين توفوهم عمدة من البريطانيين لكن الجرحة أكثر من حدود أربعين شخص الأكثرية كانوا من السواحي الموجودين حول البارلمان فالأمن البريطاني الواقع البريطانيين واثقين من أمنهم هنا ونحن نشاهد من أمس لليوم لم يلمس أحد في الشارع أن هناك تغيير كبير جدا وإنما مجرد ملاحظات التي دعوا الناس إليها لا أكثر ولا أغل سيد محمود داعش دائما ما تتبنى وهي تبنة الحقيقة هذا الهجوم تبني داعش الدائم لمثل هذه الأجمات خاصة التي تستهدف أوروبا بدولها الكبرى هناك وأيضا ولايات المتحدة الأمريكية هل فعلا داعش خلف كل هذه العمليات الإرهابية التي يقوم بها هؤلاء الأشخاص حول العالم أم أن داعش تحاول كسب الجانب الإعلامي لهكذا هجوم ممكن يكون فردي من قبل بعض الأشخاص لم يبغى أمام داعش انتصارات غير أنه تجعل لنفسه انتصارات في مكان ما لو كانت داعش فعلا لديها دور في هذه العملية لكان هذا الرجل عمل مع واحد أو اثنين أو لكان حمل السلاح أو لكان مدرب تدريبا جيدا وليس بسكين واحدة ويختل فورا بعد استعمالها فأنا برأي المتواضع نعم أنا أتفق مع ما أتخيل تتصور حضرتك هو الواقع داعش هي تتبنى وهذا التبني لم يأتي من فراغ وإنما الجهات التي تريد داعش أن تستمر بجرائمها باسم الإسلام هي التي تريد هذه الأعمال ترتبط بداعش وتدفع داعش للتبني لهذه الأعمال لأن أعمال داعش والأعمال الإرهابية عموما لا ترتبط بالإسلام بشيء وإنما ترتبط بالإرهاب والإرهاب ليس له جهة معينة ونعرف نحن الآن في أمريكا الضحايا الذين يسقطون قتلا بالمدارس والجامعات والمساجد والكنائس أكثر بكثير من ما يسقط في أوروبا كلها من الضحايا فالواغ عنه داعش بعيدة عن هذه الأحداث الموجودة هنا إنما يمكن ببروكسل كان لها أثر لكن حتى في فرنسا أنا أشكك أن يكون لداعش دورا في ذلك طيب سيد محمود سؤالي الأخير لك كما هو معلوم ومعلن أن بريطانيا تنوي الخروج من الاتحاد الأوروبي هل بعد هذه الحادثة ممكن أن تقوض هذه الحادثة هذا القرار من قبل تيريزا مي لربما تراجع عن الخروج عن الاتحاد الأوروبي والتعاون استمرار التعاون الأمني فيما بينه وبين الدول الاتحاد الأوروبي هو بالتأكيد فيما يخص التعاون الأمني موجود بالاتحاد الأوروبي لأن بريطانيا معا سحابها لكن تبغى الأجهزة الإلكترونية مرتبطة في أوروبا كلها وهي التجمع الاقتصادي الأوروبي لتشكل قبل 60 عام هذه كانت قرارات تلك الفترة والتعاون موجود والمناصرة موجودة لكن عودة بريطانيا أنا بالعكس أتصور أنه اليمين في بريطانيا ستكون فرصة له لإبعاد بريطانيا أكثر من الاتحاد الأوروبي لأنهم ما زالوا يتهمون أعداد من اللاجئين الذين يدخلون للبلاد هم يرتبطون بالعالم الإسلامي المتشددين من العالم الإسلامي وهذا الإرهاب يأتي من العالم الإسلامي وإحنا شاهدنا البعض يشكوا خصوصا النساء يشكوا من مزاحمتهم هذه الأيام في أوروبا كلها وفي بريطانيا أيضا شاهدنا ذلك لكن أنا أتصور اليمين هو الذي يكسب في هذه يكسب الميدان للتحرك ضد الاتحاد الأوروبي وضد المسلمين وضد اللاجئين وليس رئيسة الوزراء رئيسة الوزراء اتخذت قرارها والبرلمان البريطاني أيد القرار للانسحاب الواقع نعم سيد محمود الحوازي الخفير في شؤون الشرق الوسط كنت معنا من لندن للتعليق حول حادثة الهجوم الإرهابي أمام البرلمان شكرا جزيلا لك